أكد المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان أن آراء الحوار الوطني هي التي تصدر عن مجلس الأمناء ويتم الإعلان عنها جاء ذلك خلال جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي لمناقشة تعديلات المخترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطنية بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب حيث أكد رشوان أن الأراء التي تناقش داخل الجلسات ليس لها سقفة وأن ما يصدر فقط عن مجلس الأمناء هو فقط الرسمية وعشر رشوان إلى أنه تقرر عقد لجنة خاصة أخرى للجنة التعليم والبحث العلمي وذلك بعدما أبدت وزارة التعليم العلي بعض الملاحظات على مشروع القانون وتم إحالتها للحوار الوطني لمناقشتها هذا وأكد ممثل الأحزاب لجنة التعليم والبحث العلمي بالحوار الوطني أن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب سيسهم في فضل كثير من التشابكات ووضع سياسات موحدة لتطوير التعليم ترجمة نانسي قنقر